التطبيع مع بن سلمان التطبيع ربما قد نسمع على إعلانه في الأيام القادمة قد يتم الإعلان على أن بن سلمان قد أقام علاقات دبلوماسية رسمية مع الكيان الصهيوني من بين مؤشراته أنه لأول مرة تعين السعودية أو تعين السعود سفير سعودي لدى ميليشية عباس في رمالله وكأنها مقدمة لما يأتي وهو تعين سفير سعودي في تل أبيب طبعا المصالح طبعا العلاقات عميقة جدا ما بين بن سلمان ونتنياهو والكيان الإسرائيلي لكن ماهيش معلنة رسميا والعلاقات دبلوماسية ما زالت ليست موجودة فبايدن يجري بكل الطرق والانتخابات العام القادم حتى يتقرر من اللوبي الصهيوني وهي أيضا مصلحة أمريكية أن يكونوا أكثر بلدين يقدمون له خدمات في المنطقة منطقة الشرق الأوسط كما تسمى وهي النظام السعودي والكيان الإسرائيلي أن يكونوا متحابين ومتسالمين ما كاش مشكلة وليضحن الشعب الفلسطيني ما كاش مشكلة فممكن جدا نسمع على عودة أو مش عودة على قيام العلاقات دبلوماسية هذا سيكون لأن سعودية عندما تقوم ذلك هي ليست النظام المغربي ولا الإماراتي ولا السوداني ولا البحريني ولا المصري الخطير كان مصري لكن هذا مع مصر عندها 40 سنة لكن السعودية سيستتبع ذلك دول إسلامية بلد مثل بانغلاديش احتمال باكستان احتمال ماليزيا أن يدفعونهم للتطبيع أيضا وبعدين تولي السعودية تقوم باللوبينج باش ما تبقاش على أساس أنها كين بلدان أخرى مش مطبعي روحوك على التطبيع التطبيع الرسمي لأن كما قلنا التطبيع الرسمي موجود